بعد توقف بانتظار التشكيل الحكومي يعود قطار جلسات مجلس الأمة للتحرك من جديد وبأجندة حافلة تبدأ قاعة عبدالله السالم جلستها بقسم الوزراء الجدد الدستوري كأعضاء في مجلس الأمة قبل مباشرة أعمالهم وفقاً للمدة الحادية والتسعين من الدستور تشكيلة الحكومية الجديدة شرعت باب التعاون بوزراء جدد باعتباره خيار الحفاظ على مكتسبات الوطن والإصلاح المنشود ودفع المسيرة التنموية للأمام مجلس الأمة يستأنف جلساته متابعاً أعماله التشريعية والرقابية إثر تعريق الجلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة والذي يتصدر جدول أعمال الجلسة آداء الوزراء اليمين الدستوري ومناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة ثم الشروع في بند الأسئلة وكذلك النظر في طلبات تشكيل سبع لجان برلمانية مؤقتة وانتخاب أعضائها تسعة من الوزراء تسعة بمنهجيات جديدة قد تكون بأفكار جديدة من المبكر الآن الذهاب لكل وزير على حدة قبل معرفة التوجه العام للحكومة ولمجلس الوزراء وين رايحين الأول ما يطلب من الحكومة هو عنوان كلمة وصف للهدف اللي انت رايح له اللي على أساسها تشكل كل الأمور الأخرى من توجهاتك من اختيارك للوزراء من حتى طريقة احنا تعاملنا مع الوزراء لابد يكون عندك عنوان عنوانك في هذه المرحلة شنو؟ ردة فعل كما كانت بالسابق أشكل حكومة وانتظر شوف شنو في مشكلة أعالجها ولا عندك هدف رايح توصل له في الطريق إذا كانت هناك مشاكل تتجاوزها؟ بعد أداء الحكومة للقسم الدستوري أمام مجلس الأمة في جلسة الغد أتمنى أن يتم طي صفحة الماضي في شأن عدم التعاون بين الحكومة والمجلس اليوم احنا يجب أن ندخل بصفحة جديدة يجب أن تكون هناك قرارات منسجمة حكومية نيابية لصالح الشارع الكويتي من أهمها مسألة التأمينات الاجتماعية وقانون التأمينات وأنصاف المتقاعدين في موازات الجانب التشريعي طالب عدد من النواب الحكومة بتلاف الملاحظات السابقة ما راح أقيم الوزراء ولا راح أنتظر منهم أنا عندي الأسئلة اللي سألناها للوزراء اللي قبلهم إذا أسبوعين ما ردوا على أسئلتنا خلال حسب تعليمات سمو رئيس مجززر لهم إذن هم مثل غيرهم ومثل اللي طافوا واضح؟ أسئلتي يجاوبون عليها خلال المدة إذا ما جاوبوا معناتها الخلل فيهم نحن راح نحاسب هذه الشيء راجع لهم إذا رديتوا الناس اللي عليهم نقاط وتابعوا تردونهم إذن خل عندكم روح رياضية وتقبلوا تسعة وزراء جدد في التشكيل الجديد مما رفع سقف التفاؤل برؤية نهج يتعاطى إيجابا مع التطلعات النيابية التي تسعى لزيادة جرعة الإنجاز وإتقان تعامل مع الملفات الشائكة لتلفزون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر